السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيدر مع جبنة رومي كانت عندي في الفريزر وكبات لبن هبتدي اخلط المكونات دي كلها في الخلاط وهرجع وريكم زي ما انتو شايفين كده حطيت المكونات كلها اللي عندي اللبن والجبنة الريكفور وجبنة الشيدر والجبنة الاريش كلهم كل الحاجات المكونات اللي انا قلت لكم عليها حطيتها في الخلاط وهضربها وهنزل عليها الزيت حبة حبة لحد ما انا اختار السمك اللي انا عايزي كده هضرب كل الخليط مع بعضه وهنزل عليهم الزيت شوية شوية لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه وهرجع وريها لكم نبتدي نضربهم في الخلاط كده انا ضربته وكل شوية هقلب فيه كده لحد ايه ما الخليط كله يدخلط باللبن والزيت وبنزل شوية شوية زيت كده انا خلصت بقت بالسمك كده وطبعا الزيت هيخليها تتقل لما نحطها دلوقتي في التلاجة وشوفت الكمية بقت قد ايه بقت الكمية كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله ايه هحطها دلوقتي في الطبق البلاستيك وهورها لكم كده بقت عندي جبنة جهزة هي هشيلها وحطها في التلاجة ولما عوز اعمل صندوطشات اطلحها بتبقى تقيلة وبتبقى حلوة جدا وبعملها كل يوم واولادي راحين المدرسة يارب يكون الوصفة النهاردة عجبتكم والطريقة بتاعتي عجبتكم وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته